تحتف السفينة التاريخية كوين إلزابيث الثانية بمرور أربع سنوات على تحويلها لأكبر فندق عائم في دبي بميناء راشد معرض ومتحف كيو إيتو التراثي التفاعلي يعرض تاريخ رحلات السفينة خلال ذروتها في الستينات حيث راكمت رصيدا كبيرا من الذكريات خلال أعوامها في عرض البحار لتعرضها للمتجول على متنها عام 1967 أطلقت الملكة البريطانية إلزابيث الثانية سفينتها التاريخية كوين إلزابيث الثانية بدأت هذه السفينة رحلاتها عبر المحيط الأطلسي بعد عامين من إطلاقها وأكملت خمس وعشرين رحلة عالمية عبرت الأطلسي لأكثر من ثمانمائة وست مرات وأتمت السفينة آخر رحلاتها في الحادي عشر من نوفمبر عام الفين وثمانية حينما اتجهت من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات فبعد ما يقرب من نصف قرن من الزمان وانتهاء جولاتها اختارت السفينة التقاعدة في إمارة دبي في ميناء راشد وفي إكتوبر عام الفين وثمانية عشر عادت السفينة للحياة مرة أخرى كفندق عائم يرسو بشكل دائم في دبي وها هي تحتفي بمرور أربع سنوات على تحويل دفتها وافتتاحها كأكبر فندق عائم فاخر وفريد من نوعه وتركز مناطق الجذب الرئيس في السفينة على الماضي حيث توفر للمتجولين في أروقتها تجربة حصرية لزيارة الأجنحة الملكية التابعة للملكة إليزابيث ووالدتها كما يستطيع المتجول على متنها من استكشاف معالمها والتعرف على تاريخها العريق إذ يتكون الفندق من ثلاثة عشر طابقا ويتميز بأثاث قديم ولوحات تاريخية وتذكارية عندما كانت السفينة هي السفينة البحرية الرسمية للملكة إليزابيث الثانية كما تضم السفينة معرضا ومتحفة كيو إي اثنان التراثي التفاعلي الذي يعرض تاريخ رحلاتها خلال ذروتها في الستينات وبعد ترميمها بنحو مائة مليون دولار من أجل إعادة مجدها السابق والحفاظ على التصميم الداخلي من قطع الأثاث القديمة ولوحاتها الشهيرة تستشعر في كينونتك عبق التاريخ والزمان لتلك السفينة الملكية التي قاومت صخب الموج لعقود طويلة لتقدو كأنها قطعة مليئة بأسرار البحار وعوالمه ترجمة نانسي قنقر